هكذا صار حاله يخيم على شكله الأساء لم يتوقع الحار شرف الدين الشاب العشريني أن ينتهي طموحه بمثل صدمة كهذه فبعد أن سعى لتحقيق أحلامه بدراسة الماجستير في إحدى الجامعات الأمريكية بات الآن يواجه إحدى مآسي الحرب وصدماتها القاسية في السودان قدمت الانترفيو في السفارة يوم 2-4 فأدوني الابوينتمينت يوم 11-4 وفعلاً مشيت الانترفيو والحمد لله كانت الفيزا أبروفت وبعد ما رجعت تابعت في السيستيم بتاعهم بعد يوم كانت الفيزا إشوت يعني اتطبعت في الجواز وكان مفروض أستلم الجواز مطبع فيه الفيزا يوم 16-4 أو يوم 18-4 لم يقف عاجزاً عند ذلك بل بذل كل ما في وسعه لإيجاد حل ما تاني حاولت أتراسل معهم من بحاجز يشوفوا لنا أي إجراء ممكن يطلعنا من البلد فبقى ما عندنا لا عندنا دوكيمينت ولا باسبورت أنه يمرق له من البلد وفي نفس الوقت ما يعني زل اتفاجأ صراحة ويصدم أنه لا يقدر يبدأ دراسله في الوقت المحدد ولا حيقدر يطلع من البلد بعد ذه فأن الباسبورت للأسف يدمر لم يكن وحده من تضرر من هذا الإجراء إذ نشرت نيويورك تايمز الأمريكية مقالاً مفصلاً يضم آخرين تمزقت أحلام الكثيرين هنا بسبب إطلاف السفارة الأمريكية ما بداخلها من جوازات قبيل عملية الإجلاء وهو بروتوكول شاركته سفارات أوروبية أخرى واضعة من شملهم ذلك في قدر بروتوكول بالنسبة للسفارات ومأساة بالنسبة لأصحاب الجوازات لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر